الكينون الانتماء الشهادة مفاهيم روحية طبعة اللقاء الثاني لشبيبة الألمان الكاتوليك الذي أقيم في مخيم الكاردينال أغا جانيان في قرية تروس شمال أرمينيا أكثر من 250 شابا وشابة وافدوا 12 دولة من بلاد الوطن ودول الانتشار ليتحلقوا حول عنوان واحد لا تخاف يا مريم من أجل أن يعيشوا تبادل الخبرات وليعززوا من تراثهم الكنسي الألماني وذلك برعاية رئيس أساقفة الألمان الكاتوليك في أرمينيا جورجيا روسيا وأوروبا الشرقية للألمان الكاتوليك الموتران روفايل ميناسيان وحضوره حفل افتتاح لقاء الشبيبة ارتدى حلة كنسية تعانقت خلالها السماء والأرض وسطرتها واحة الفوسيفوساء التي طبعت المكان بجنة روحية وحضر حفل الافتتاح إلى جانب الموتران ميناسيان كل من موتران أمريكا وكندا للألمان الكاتوليك ميكايل موراديان السفير البابوي في جمهورية أرمينيا المونسانيور كارنيك هوسيبيان خوري رعية كنيسة العزراء مريم في بانيك ورئيس شبيبة الألمان الكاتوليك في أرمينيا جورجيا روسيا وأوروبا الشرقية مدير المعهد الألماني في روما المونسانيور ناليك نعميان الأب جوا مسؤول الشبيبة في القرسي الرسولي السفير الإيطالي في أرمينيا السفير السوري في جمهورية أرمينيا محمد أحمد الحاج إبراهيم السيد أليكساندر جوادارسي مسؤول قسم سوريا والأردن في مؤسسة SOS مسيحي الشرق الأوسط ونائب رئيس بلدية غومري وفعاليات وأباء وكهنة وراهبات وشبيبة استهل افتتاح المؤتمر بعصف مقطوعات موسيقية مستوحات من التراث الألماني تلاها كلمة للمونسانيور كارنيك هوسيبيان تحدث فيها عن أهمية هذا اللقاء الثاني للشبيبة والذي يأتي تتمة لما يشدد عليه الأب الأقدس البابا فرانسيس من أن الشبيبة كأعضاء في الكنيسة موضحا أن الشبيبة في هذا العالم تعاني من التحديات الكثيرة وتبحث عن عالم أكثر إيمانا ورجاء من أجل تحقيق طموحاتها كما تطرق إلى أبعاد عنوان اللقاء لا تخاف يا مريم مؤكدا أن لا خوف مع العزراء مريم لا سيما أن الشبيبة هي ليست للحاضر فقط بل هي للمستقبل مقابل ذلك نقل الموترام من أسيان في مستهل كلمته بركة الباطريال ككريكور بيدروس العشرين ومحبته للشبيبة لاعين إياها إلى التمسك بإرثها الألماني وتراث الأباء والأجداد وأن تجتمع دائما على المحبة وأكد الموترام من أسيان أنه وكيما تكون الشبيبة نمض الكنيسة عليها أن تتمتع بالفضائل التالية الكينونة، الانتماء، وأن تشهد للرب بدوره أوضح الأب جوا أن موضوع السينودس القادم في روما سيبحث في موضوعي الشبيبة والإيمان لأنه من المهم أن نعرف أن الروح القدس هو من يعمل في الكنيسة ويفعل فعله كما عبر عن فرحه لوجوده في أرمينيا للتعرف على عراقة هذا البلد في السياق نفسه تحدث السفير السوري محمد أحمد الحاج إبراهيم عن العلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط بين سوريا وأرمينيا رافع عن الصلاة على نية إحلال السلام في سوريا وأرمينيا والمنطقة في حين نقل السفير الإيطالي تجربته مع الشبيبة معتبرا أن كل شيء معها هو جميل على خط الموازن دعا الموترام موراديان الشبيبة كي تعيش الروح الأرمانية بإيمان عميق وأن تتعمق أكثر بمعرفة يسوع المسيح أما السفير البابوي الموصنيان جوزاف فأكد أن الأرمن قد علموا الإنسان كيف يكون معطاء كيف يتمسك بجزوره دعيا الشبيبة كي تحافظ على هذه الوديعة وتنقلها إلى الأجيال الطالعة من جهته تحدث أليكساندر غواذارزي عن أوضاع سوريا والأعمال التي تقدمها مؤسسة SOS مسيحي الشرق الأوسط في ظل التحديات الرهنة بعد تلاوة الكلمات استمع الحضور إلى معزوفات الموسيقية من وحي التراث الأرماني بعدها قدم المطرام ميناسيان دروعا تقديرية مدون عليها الشعار لقاء الشبيبة إلى الفعاليات المشاركة وتبادل والجميع الصور التذكرية في ختام الحفل جالت الشبيبة على مخيم الكاردينال أغا جانيان مطلعة على جماله الروحي والطبيعي